السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا الفيديو الجديد حول المنتخب المغربي وضرب عنياء المحتمل للمنتخب المغربي في كأس امم افريقيا بطبيعة حال اه كأس افريقيا بقي الا عشرة تسوية وتبعة وتلاتين دقيقة بالضبط والشبدة بقيش واحد الوقت بالزاف صراحة عن الكأس افريقيا عشرة تسوية وسبعة وتلاتين دقيقة ونعيس والإطارة وتشويق بطبيعة حال في كأس افريقيا يجب ان تتكلموا على خمس اورق رابحة محتملة للمنتخب المغربي في دور ربعنياء المحتمل بطبيعة حال المنتخب المغربي في كأس افريقيا ممكن يكون مع الززائر نبدأوا بأول ورقة اللي هو شادي رياض كان ضل عنده عشرين سنة لاعب ريال بيتيز الاسباني اليوم العناصر لهذا العام عام المسا وفارق بيتيز بطبيعة الحال اليوم العناصر ممكن يكون مؤثر فارق بيتيز وخلا يكون الفارق دياله ووزامي دياله وعبد الصامت زلزلي وخا عبد الصامت زلزلي بقي معتار دقيق العطاء فارق ريال بيتيز بشي لاعب اخر اولمبي بعد شادي رياض اول سامال عزوزي لاعب بولونيا الاطالي اثنين وعشرين سنة العناصر الجيدة كدلك في المنتخب الاولمبي وصراحة اللعب مع المنتخب الاول لقاء امام ليبيريا ديك اللقاء اللي كنا انا دا كفوزنا بثلاثة الصافرة بين كان على اداء مزيد وكي ممكنش تحكم على لاعب من اللقاء واحد مشيوا عن اللاعب بلا الخنوس لاعب البطولة البرجيكية حتى هو لاعب اولمبي ولك تعتاشر سنة وشارك معنا في كأس العالم وشارك في كأس هفرق يقوم بثلاثة وعشرين عام اذا بلا الخنوس من العناصر الجيدة صراحة في المنتخب المغربي الاول وخا في المنتخب الاولمبي ما بينش على امكانيات ليه كبيرة بشو اللاعب اخر هو امين عدلي لاعب بايا لبرجوز الارماني مشو تنبر بدا كلا مع المنتخب المغربي او اداء كبير صراحة لا في لقاء بوركي نفسه ولا في لقاء الليبيريا الى لقاء تانزانيا اللي كان قدم لقاء شوية وصافية لانه كاللكوتش رقراجي او المدرب البرجراجي بتدلو المكان ديالو بطبيعة الحال بشيو عن طارق تسودة للاعب البطولة البرجيكية كانت لعنده تلاثين سنة وعنده تنشر لقاء مع المنتخب المغربي ما للاسف ما مجاشي مباكرا للمنتخب المغربي طارق تسودة لكنا استفدوم لكتر كتر صراحة صراحة لا جانجا قديم المنتخب المغربي لكن مشي مشكلة لي فات مشي باقي باقي ان شاء الله هاتش اللي كان شكرا لكم